كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر عقلك رح نحكي عن البيتكوين على المدى القصير على المدى المتوسط شو منتوقع بالنسبة لبيتكوين كل هذا رح نناقشه بالفيديو اليوم أمس شفنا هبوط بالبيتكوين بعد ضرب مستويات الـ 53 ألف بفضل من الله أصدقاء برجع بذكركم أنا من 14 بالشهر أي قبل تقريبا 7 أيام حكيت على قناة التليجرام وحكيت بفيديو على اليوتيوب تقدر ترجع لنفس المدة وتشوف الفيديو يلي عملته بـ 14 و 15 بالشهر توقعت أنا نشهد من هالمناطق بداية تصحيح مناطق الـ 51 ألف و 600 إلى 53 ألف ولاحظ بالفعل 7 أيام بفضل من الله كان محترم مناطق الـ 52 ألف و 500 إلى 53 ألف الحمد لله كل أشخاص يلي استفادوا من تحذيرنا بهالمناطق قدروا يتجنبوا الحركة المملة وقدروا يجنوا أرباح عند هاي المنطق البيتكوين أصدقاء إذا مشوف على فريم الساعة متشكل عندنا منطقتين واضحة جدا 7 أيام وليحنا عم نتداول ضمن هالمنطقتين المنطقة من الأعلى بتتمثل بشكل رئيسي بمناطق الـ 52 ألف و 600 مع اختراق كاذب بها المنطقة هاي أما المنطقة من الأسفل تتمثل مناطق 50 ألف و 600 الـ 50 ألف و 600 لمسناها 3 مرات وحاليا عم نلمسها بالمرة الثالثة هل رح نشوف البيتكوين رح يرتد منه ولا لا الإيجابية على المدى القصير أصدقاء بالاستقرار أعلى مناطق الـ 51 ألف و 800 اللي رح يمثلنا النسبة الزهبية في بوناتشي بعدها ممكن نتوقع عمل قمة جديدة بالنسبة لبيتكوين غير هيك أصدقاء ممكن نشوف رفض من هالمنطقة هاي وكسر لمستويات الـ 50 ألف و 600 إذا منلاحظ الفوليوم اللي عبيد خلنا من صندوق الـ ATF سبوت منلاحظ أنه اليوم كان أقل فوليوم من سبعة بالشهر يعني من 13 يوم اليوم كان أقل نسبة شراء من صندوق الـ ATF سبوت إذا أمر مهم جدا نركز على الموضوع هذا أصدقاء أيضا إذا منشوف المستثمرين على المدى الطويل منلاحظ هنم بينخفاض وهذا المؤشر يلي بيوضح هنم المستثمرين على مدى الطويل أيضا المستثمرين على المدى القصير المستثمرين على المدى القصير هنم بازدياد يعني الأشخاص يلي بيستثمروا على المدى القصير لكن المستثمرين على فترة طويلة منلاحظ أنهن بنخفاض وهذا أمر مهم جدا لازم نركز عليه وهذا بيدل أنه ممكن فيه تنبؤ على حركة تصحيحية في الأيام القادمة إذن البيتكوين على مناطق 50 ألف بتمنى أن تنتظر تصحيح إذا ما عندك مراكز مهمة داخل الأسواق في حال تأكدت عنها مناطق 53 ألف آخر هدف لهذه الموجهة ممكن نتوقع تصحيح مشابه للتصحيحين السابقات يعني 21% 11% ممكن هالتصحيح هذا نتوقعه بين 17% إلى 16% وممكن يضرب لنا مناطق 44 ألف مع اقتراب الهالفينج والفومي اللي راح يعمله الهالفينج أيضا زم نلاحظ أصدقاء لحنا عم نداول البيتكوين على فريم الساعة تداول جانبي كسر هالمنطقة هي للأسفل راح يفتح أمامنا بنوع من الهبوط ونوع من الحركة السلبية لحنا عند دعم أسبوعي حاليا أيضا لحنا عند دعم المنطقة العرضية في حال قرر البيتكوين الكسر للأسفل واستقرار أسفل مناطق 50 ألف وستمية ممكن ياخدنا لمناطق 49 ألف ومية 49 ألف ومية راح يكون دعم يومي لازم ما نفقده بأي شكل من الأشكال وستوبلوز لأي شخص بيدخل صفقة مضاربة عند مناطق 49 ألف ومية في حال كان في صفقة مضاربة راح شارككم فيها على قناة التليجرام ممكن تخلي الستوبلوز عندك عند مناطق 48 ألف وخمسمية يعني تقريبا بها المنطقة هاي تخلي الستوبلوز وممكن يكون الهدف بيتراوح من مناطق 50 ألف وستمية على حساب الرسك يلي داخله أنت يعني من مناطق 49 ألف ومية ممكن نبحث عن صفقة سكالبينغ صفقة مضاربة ورح حدث الوضع عنها إذا قررت أدخل هاي الصفقة لحد الآن أصدقاء لحد الآن تصحيح طبيعي لحد الآن جني أرباح أمر طبيعي داخل الأسواق الماركت كاب حددت أنا هاي المنطقة هاي منطقة مهمة لجني الأرباح بالتأكيد الأشخاص يلي مستثمرين رح ياخدوا زمام المبادرة بسحب أرباحهم لأنه بالتأكيد دائما الأسواق بتطلع ضمن موجات هيك وصلت نهاية الفيديو أتمنى أن لا أعجابكم خلينا نتقل إلى الفيديو السابق حتى نعلم اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقاء يلي عملنا آخر مرة رح ناخد رابط الفيديو نتوجه لموقعنا اللي بناخد منه التعليقات بشكل عشوي شكرا جدا لتفاعلكم مع فيديوهاتنا أصدقاء وأتمنى تنضموا معنا على قناة التليجرام رح نشير التعليقات المتكررة بعدها نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات عنا 63 تعليق خلينا نقول بسم الله وناخد معنا اسم الرابح هذا هو اسم الرابح أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جاستو إلى اللقاء